دي جات لك منين؟ بوسي هو ابتدت أصلاً من أن أنا فعلاً بعمل خدمة معينة أنا فريلانسر وأنا وصحابي كل أحد فينا بيعمل حاجة مثلاً بس حاجات بتاعتنا بتحتاج نهاية تتسوى عن طريق فيسبوك فدلوقتي الالغوريزم بتاع فيسبوك أنه هو بيصعب جداً أن أنت تقدر توصلي لأي تارجت للناس اللي أنت بحتاجة تسوى إليهم المنتجات بتاعتك صعب قوي توصلي لها عن طريق فيسبوك لوحدك فأنا فكرت في إيه؟ أننا نعمل يبقى جروب للصحاب الصحاب أعرفها؟ بدل ما كل واحدة فينا تعد تشاير شغل صحابها نعمل جروب فعليه الناس دي وخلص اوتوماتيكلي أنا على طول كده بنزل عليه كل صحاب صحابي بيشوفوها فأنا ابتديت أنه يلا يا جماعة هنعمل الجروب ده عملت أعزمت عليه صحابي وقلت لهم كل واحدة بقى فيهم تجيب صحابها بالذات أنا بعدت للناس اللي هما بالذات بيعملوا حاجات فليهم يعني هما نفسهم مهتمين أنهم يزودوا حال بس وبتدينا من كده أول ما الجروب وصل ألفين واحدة ابتدت كل واحدة تنزل هي بتعمل إيه؟ الحاجة كانت تحفة وبالتالي بعد شوية الموضوع ابتدى يسمع أنه شفتوا الجروب اللي هو اسمه I make this شفتوا الحاجة اللي نزلت عليه دي عاملة إزاي؟ فالناس تبتدت تسمع فإيه دا؟ أنا عايزة أدخل عليه فابتدت الناس تدخل عليه وكل شوية الحاجات اللي بتتحط بجد رهيبة الجمال بجد حلوة قوي وكريتيفتي فضيع يعني الناس أصلا عندها كم إبداع مش طبيعي وحاجات مختلفة يعني كمان دا كان لذيذ على الجروب أنه مش حاجة واحدة مثلا مش منتج معين ناس كتير تعملوا لأ أنت بتخشي على الجروب يبقى كل يوم في مثلا زي 30 بوست كل بوست في مجال مختلف ومجال خدمي مجال صناعة حاجة معينة حرفة يدوية حتى حاجات أفكار لفيسبوك جروب تانية ناس عاملها بس محلوم عادين هوا ما يخشوا يتكلموا عليها لأنها ممكن تكون الناس مش عارفة عنها وبتخش تلاقيها يعني interesting جدا فعشان كده هو سمع مع الناس وبتدت ناس كتير بقى تعزم عليه صحابهم لغاية ما النهاردة عدينا 130 ألف ما بقالناش